اشتركوا في القناة وعبرت وزارة الخارجية عن تقدير مملكة البحرين لجهود الولايات المتحدة الأمريكية في تقديم مشروع هذا القرار واعتماده استنادا إلى مبادرة فخامة الرئيس الأمريكي جو بايدن دعية المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ هذا القرار بمراحله الثلاث من أجل الوقف الدائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة والشروع في خطة كبرى لإعادة الإعمار ودعم مفاوضات السلام العادل والشامل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية اشتركوا في القناة